أعوذ بالله السميع العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت خروجية أو تحسنوا على تحسنوا على تحسنوا على تحسنوا على أسفلها من زوجها لا يوجدون حسن لا يوجدون حسن علىهم إذا كانوا يعلن حقا والصلاح أن يصلح بينهما صلحا يعني لتحسنوا على تحسنوا يعملوا اتفاق سلام بينهما بينهما الصلح خير أفضل لها حضرة الأنفس الشح يعني الإنسان مقبول على أنه يعني على البخل وإذا قمت بأي حسين إذا قمت بأي حسين وغير من الإلكتبات تبتعد عن الشر تغفير الله تضطاق الله فرعلا الله is ever well acquainted الله is well aware عليم with what you do بما تفعل أو بما تفعلون وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يزال وإن if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part I mean due to like the husband doesn't like her anymore or doesn't love her anymore there is no sin on them both if they make terms of peace between themselves and making peace is better and the human inner selves are swayed by greed ولكن إذا كنت تفعله جيدا و تتحرك من الضوء صحيح الله تعالى بما تفعله اللهم إننا نعوذ بك من الجبن والبخل اللهم اجعلنا مما يحسن ويبتقي إنك بما نعمل خبير اللهم نحن 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 من خبير و من خبير و الله يجعلنا من نفسنا من جميع و تتحرك من الضوء في البحر أنك شخصاً قبل ما نفعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته